اشتركوا في القناة حيث تم خلال اللقاء استعراض الموضوعات التي تخص الشأن المحلي والهادف إلى تعزيز مسيرة مملكة البحرين التنموية ودعم منجزاتها ومكتسباتها لمواصلة تقدمها وازدهارها لما فيه خير وصالح مواطنها وأشار جلالة الملك المعظم إلى حرص المملكة على تعزيز الأمن البيئي ودعم الجهود الدولية في هذا الشأن مشيدا بما تليه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من دعم وحرص على التنفيذ المتقن للخطط الوطنية الموجهة لتحقيق الأمن البيئي واستدامة الموارد البيئية وتعزيز الثقافة الداعمة لذلك والتي كان آخرها أسبوع الشجرة وقد لاقت صدا واسعا من مختلف الفعاليات الرسمية والأهلية والمجتمعية وأعرب جلالته عن تقديره لإنجازات أبناء البحرين المتواصلة على مختلف المستويات والتي تؤكد حرصهم الدائم على إعلاء راية وطنهم وتعزيز مكانته في جميع المحافل وبما تشهده البحرين من تنظيم ناجح للعديد من المؤتمرات واستضافة مختلف الأنشطة والفعاليات والبطولات الرياضية الدولية التي ترسه ريادتها وسمعتها المرموقة وفيما يتعلق بمستجدات الأحداث الجارية في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها أكد حضرة صاحب الجلالة أيده الله أهمية وقف التصعيد واستعادة الاستقرار في المنطقة والعمل على إيجاد أفق سياسي للسلام الشامل والعادل والدائم على أساس حل الدولتين بما يضمن الأمن والاستقرار للجميع ومؤكدا جلالته على دعم المملكة لكل المساعر الرامية إلى إيجاد حلول دبلوماسية للصراعات في العالم من خلال الحوار بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين ترجمة نانسي قنقر